السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أصدقائي وزملائي متابعين قناة الواجر النهاردة هنتكلم في موضوع مهم جدا يهم كل فنين التبريد وده بيشغل في الجهزة المنزلية عامة وهو إزاي أختار البديل المناسب لضغط التلاجة أو لمطور التلاجة خصوصا بعد ظهور مصطرح جديد في سوق الفنين هو يمكن لسه ما بيتبحش على أساسه الموطير لكن اللي هو الواط التبريدي وعاوزين نفهم يعني ايه الواط التبريدي أو أشتري المطور بتاعي ازاي ناس بتقول لي الواط وناس بتقول لي الحصان طيب اي رأيك النهاردة هنعمل مع بعض معادلة كده نفهم بيها ازاي أستفيد من الاتنين من البيع اللي ما يعرفش عن ايه واط تبريدي ومن الدكتور والمهندس اللي قال لي الواط تبريدي وفعلا كلامه صح فالنهاردة هنعمل معادلة كده ما بالتنين عشان انت تستفيد فركز معي كويس جدا ركز ماشي ركز معي كويس جدا عشان تفهم الفيديو كتا عن النهاردة لينه هيفيدك لو انت هتشغل بالواط او لو هتشغل بالحصان شوفوا الانتر على طوله ونرجعها لبعض التاني طيب اهلا بكم تاني زي ما اتكلمنا كده انا النهاردة مثلا بيشتغل بالحصان بروح للمحلات اقول له انا عاوز مطور اه ستس حصان او خمس او رب او تلت او نص او تلت اربع او واحد حصان دي المتعرف عليه في السوق لكن اه رجع الناس اللي بتشغل في المجال واللي عندهم خبرة واللي درسين المجال كويس وهم الاصح قالوا لا احنا المفروض ما نشتغلش بالحصان احنا المفروض نشتغل بالواط التبريد طيب يا جماعة طيب احنا مشكلة عندينا مشكلة دلوقتي انا لما وروح اشتري من بتاع المحل ما بيعرفش عن الواط التبريد فيقولك لا ما انت تتصرف بقى تتصرف ازاي ادخل على الموقع واعرف الواط الكام وابدأ بقى تيهات المطور على دي لما ده مش نافع انا مش عارف طيب فانا اقولك النهاردة تعمل ايه عشان تحل الموضوع المعضل ده ويد معاك افضل النتائج في الحقيقة في الاول كده حابب اقولكم على حاجة المطور الواحد على العشرة اللي هو بركف في مبرد المياه اللي هو الصغير ده بيكون 74 وتبريد اما المطور الثوم فده بيكون 92 وتبريد المطور الستس بيكون 123 وتبريد الخمس بيكون 147 وتبريد اما الرابع بيكون 184 وتبريد الضغط التلت اللي هو المطور يعني التلت بيكون 245 وتبريد تبريد. اما النص بيكون تلتمية تمانية وستين والتبريد. اما التلات تربح خمسمية اتنين وخمسين والتبريد. الواحد حسنا بيكون سبعمية اربعة وتلاتين اه والتبريدي تأريد. الله ما شاء الله عليه. يعني انا حافظ الكلام. ده طبعا من الشغل يلازم احفظه. طيب. دلوقتي انا عاوز افهم منك حاجة. انا عاوز مطور ست سحصاء. اعمل ايه عشان اعرف اجيب زي وبالضبط. خصوصا ان منركب بتاع التلاجة دي المطور انا مش هلاقيه في السوق. يعني هنفترض انك انت روحت لتلاجة لقيت الضغط اللي فيها بنسونيك. ماشي. دخلت على البيانت بتاع الضغط دي يطلو عليك ان الضغط ده يا عمي سوتس. سوتس حسان. ماشي. طيب. وفي نقطتان. انت عاوز تركب تعرف الوط التبريدي بتاع الضغط ده. هتدخل برضو بنفس المكان في الكتالوج هتعرف هو كم وط. فمسلا هيقول لي هو مية وتلاتين وط تبريد. مية وتلاتين والطبريدي. مسلا. طيب. المية وتلاتين دي سوتس. تمام? طيب بس في نقطة. انا اعرف ازاي المية وتلاتين سوتس. اولا لو رجعت الكلمات اللي انا قلتهم لك في الاول انا حددت لك من كزا لكزا 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 لكزا. لكن هتلاقي مشكلة. احنا عندنا المطور السوتس من مية تلاتة وعشرين سوتس. طيب والخمس مية سبعة وربان. يعني اللي بين السوتس والخمس الكام رقم كبير من مية تلاتة وعشرين لمية سبعة. والبيان كلهم ينفع ولا عليهم سوتس. يعني معنى كده ان في سوتس اه ضعيف وفي سوتس متوسط وفي سوتس قوي قرب على الخمس. لحد هنا تمام. فانا شفت دراحتي المطور عرفته نسوتس لكن ما عرفتوش عشان تعرف اهمية الواط تبريد. بس ما عرفتوش هو سوتس ضعيف والسوتس متوسط والسوتس قوي. ومن هنا هروح اشوف بقى ده كم وط. لقيته مية وتلاتين وط. مية وتلاتين وط. هدخل بقى المركات اللي انا عرفها في المواطير. يعني مثلا هنتكلم عن الزانوسي مثلا. زي ام سي. الزي ام سي مسلا. الستين. مثلا الستين. مثلا مية واربعين وط. يبقى ده اقرب حاجة. اقرب حاجة اللي انا عاوزها. طب فيه حاجة تاني مية ستة وتلاتين وط. يبقى هي اقرب منه. مية وتلاتين وط. يبقى انا كده عرفت المركة اللي موجودة في السوق اللي بيقول عليها الواد اللي بيبيع ده تسودس حصان. قدرت اعرف كمان هي او كم وط تبريدي واقربها للمطور اللي انا شغال فيه. وبالتالي ما بقاش عندي مشكلة. فانا كده قادر اعمل للنفس جدول اقول المطور الزي ام سي مسلا الستين كزا وط وكزا حصان. لما هروح لمطور بناسونيك او مطور نوعية انا معرفهاش. هعمل ايه? هعرف هي كم حصان وهعرف هي كم وط بالضبط. عشان اجيب اقرب حاجة لها في الوط التبريدي في الموتير اللي موجودة قدام. طيب في نقطة انا عاوزك كمان تعلمني ازاي احول من الحصان للوط التبريدي. وازاي احول من الوط التبريدي للحصان. طيب يا سيد لو عشان تحول من الحصان للوط بتضرب الرقم اللي عندك فيه 736. يعني هنفترض لو عندي مطور ثلاثة اربع. ثلاثة اربع. اهدراو اقسمه على 736. لو انت لسه فاكر انا قلت ايه ما شوي كان الرقم 368 واط. تمام? طيب. لو انا عاوز ابدل بقى احول من الوط للحصان. هقسم على 736. اكتب المعلومات دي وحفاظها كويس للمعلومات دي احنا متعلنها شكرا وخلاص. لكن انا بحاول اقدمها لك على باريحية عشان كمان انت تستفيد. وانا طبعا هستفيد. اه اتمنى ان احنا ان شاء الله صح. لان شغلنا صح. هيوفر معانا مجهود كبير. وهيدينا نتيجة فوق الممتاز. هفكركم تاني. المطور الواحد على العشر حصان اربعة وسبعين والتبريدي. اتنين وتسعين. السود سمية تلاتة وعشرين. الخمس سمية سبعة وربعين. الربع مية اربعة وتمانين. اما التلت ميتين خمسة واربعين. اما بقى النص تلتمية تمانية وستين. التلت اربع اه خمسمية اتنين وخمسين. والتبريدي الواحد حصان بيكون سبعمية اربعة وتلاتين. انا قلت معلومة غلط في النص كده. ان المطور التلت اربع هيكون تلتمية تمانية وستين. وفي حقيقة مش هيكون تلتمية تمانية وستين. هو خمسمية اتنين وخمسين. شكرا لكم يا جماعة لم تابعتكم. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد ومفيد على قناة الورشة. وهسيب لكم البيانات اللي انا قلتها دي كلها موجودة على المنتدى. وهسيبها لكم كمان في الفيديو وتقدروا تشوفوها. شكرا لكم وشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة